تحية لأحبابي من جديد في حلقة جديدة ومنظر جديد طبيعي اللون أزرق والبنفسجي والأبيض في طلع السماء كالعادة الفرشات المتوسطة لك نحاول ما أمكن نطلبها الفوق خط الأفق بطريقة سليسة كالعادة دائما النصف ديال اللوحة من الفوق نحاول ما أمكن نتعامل مع الفرشات ديالي بسلاسة كالعادة نحاول ما أمكن في نصف اللوحة على مستوى خط الأفق نفس اللون كنعطي طلع نصف اللوحة ديالي اللي غادي إن شاء الله بإذن الله يبيه لي ألوان البيركار أو النهر اللي غي يكون هنا منعكاس ديال السحب اللي غادي إن شاء الله رسمه من بعد باللون وردي الأحمر وإضافة اللون الأبيض لاحظوا طريقة ديال الفرشات العارضة وكيفاش كننزل بالضربات العمودية ومن بعد كنضرب أوفقيا كنحاول ما أمكن نبلل الفرشات ديالي بالمياه اللي تعطيني هنا لون خفيف يعطيني انعكاس للسحب اللون الأبيض وبالدلخ فرشات ديالي لاحظوا العبات هي في استعمال الفرشات باللون الأبيض أحاول لأعطي للون السحب أو شكل السحب الواقعية بالضربات المتموجة لاحظوا الكيفية ديال عمل الفرشات واستعمال الفرشات في هذه الزاوية ألعبوا هنا وهناك لا أركز على مكان من الأمكنة بحيث كان أعطي للشكل دي للسحب الطريقة الواقعية الواقعية وكان عود نكرر بنفس الطريقة اللون الورضي اللي استعملته مع زيادة اللون البرتقالي خفيف ليعطيني انعكاس في المياه بهات الشكل ديال اللون وبالنفس الطريقة اللي استعملت بها اللون الأبيض وبالنفس الفرشات كنحاول ما أمكن للعب باللون لأعطي إدماج للسحب وأغني الألوان هنا في هذا المستوى لاحظوا الضربات من هنا وهناك دائما كنحاول للعب بالفرشات ونغنيه على المساحة اللي كينا في المستوى ديالسحب وكان حاول ندمج اللون الورضي مع اللون الأبيض لاحظوا رانيزت اللون الأزرق والبنفسجي وحاول تنزيد اللون الأخضر في الأزرق والآن كنستعمل اللون الأبيض لأدعم اللون السحب لأن اللون كلما تكرر كلما ظهر في اللوحة قوي وجميل رحيدو كنحاول ما أمكن نعمم اللون الأبيض بنفس الفرشات دائما كنحاول نموج اليد ديالي اللي تعطيني رفلي أو نعكس جميل ديالسحب وركز على المنطقة الوسط لأحافظ على اللون السماء لون الجبل باللون البرتقالي ومزيج من اللون الأزرق والبنفسجي خفيف مع زيادة الأسود بخفة كبيرة إلا أنني دعمت هنا اللون البرتقالي بقوة اللون البرتقالي مع مزيج من البنفسجي والأزرق وشيء من الأسود بطبيعة الحال مع اللون الأبيض دائما يعطيني هذا اللون هذا اللون البرتقالي مع مزيج من الألوان لاحظوا الشكل ديال الجبل هنا كنحاول ما أمكن نبلل الفرشات العارضة باش نجيب الألوان التحت وكنعطيه واحد الإدماج الجميل بتبليل الفرشات كتساعدني باش تنساب معايا الصباغة بسهولة وماتمحنيش لاحظوا القراطوار من جديد واللون البنفسجي والأزرق والأبيض في صنع التلوج والنعراجات هنا لاحظوا والقراطوار دائما أستعملها الآلة الجميلة التي تستعملوا في مثل هاد ضربات دائما وهي ضرورية في استعمال هاد النوع من التحديدات اللون الأبيض فلون الضوء في الجبل أو لون التلوج كنحاول ما أمكن ما نضغطش على القراطوار ديالي بطريقة ساليسة سهلة كنجر القراطوار باش يعطيني واحد النوع ديال العراجات واقعي وتبان أشكال التلوج في الجبل كما هي في الواقع لاحظوا بلامسة خفيفة جدا أنصحوا أحبابي باستعمال القراطوار ولكن بطريقة سهلة جدا والطريقة ساليسة ما نضغطش على اللوحة ديالي باش تعطيني واحد الجمال في الضربات هنا إدماج للون بزيادة بعض اللون البنفسجي على مستوى سحب السماء لاحظوا الضربات الجميلة السهلة كنحاول ندمج ألوان هنا الأزرق ثم البنفسجي ثم الأحمر والأخضر يعطيني ألوان تلال هنا لاحظوا وبضربات كالعادة ضربات فوق تحت كنهز الفرشات نحاول نضرب بضربات خفيفة ليعطيني شكل واقعي كالعادة لاحظوا اللون والشكل دياله هنا اللون السماء كانت ستعمله هنا في السلسلة الثانية من سلسلة الجبال أو التلال العشبية اللي كان هنا كتلاحظوا اللون مختلف لأنه كان عكاسات هنا لأنه اللون غني على مستوى السحب والأشجر كان تنوع لوني جميل مثل هذه الطبيعة والطبيعة كتكون في أوروبا وأستراليا كما تعلمون لاحظوا كنحاول ما أمكن نطفيم اللون بزيادة الأبيض ليعطيني هنا نعكاسات وتعرجات مجموعة هذه الأشجار باللون الأخضر واللون الأصفر المذهب وقليل من الأبيض كنحاول ما أمكن نخدمها بفرشات مختلفة على مستوى البيركة أو النهر كنتمشي أوفقية وكنحاول ما أمكن يكون عندي تنوع لوني على مستوى النهر وكنحاول دائما نمشي أوفقيا وبالنفس الفرشات كندعم اللون الأخضر هنا هنا أشجار السنوبر اللي دمشت فيها ثلاثة الألوان اللون الأسود واللون الأخضر وقليل من اللون الأحمر لما كي يظهر تماما هنا في شكل ألوان الضل ولكن عنده تأثير على مستوى انعكاس الألوان من بعد وهذا لا يورى إلا حينما تكتمل اللوحة لاحظوا الطريقة الهرمية اللي كنخدم بها أشجار السنوبر والفرشات الجميلة الفرشات المروحة الشكل النصف دائري اللي كي ساعدني على مثل هالضربات لاحظوا الضربات كيف هي هنا ألوان الضل للأشجار اللي بالنفس اللون كنحاول ما أمكن نعمم اللون على مستوى الضلال في الأشجار وبالنفس الفرشات اللي كتعطيني ضربات الدائرية الجميلة اللي غتساعدني في ألوان الضوء من بعد ضربات خفيفة أحبابي ما كنتغطش على اللون اللي كيلاحظ أرى أني ما كنتغطش على الفرشات بطريقة سالسة ولكن كنحاول ما أمكن نملأ الفرشات ديالي بالصبغة اللي تعطيني اللون وتساعدني في شكل الضربات أنا مستمر أنا في ألوان الضل لاحظوا الضربات الأفقية العمودية الفوقية التحتية كنحاول ما أمكن نستعمل جميع الزوايا وجميع المستويات لأن هاد الزاويا غادت تملأ ليها آآ اللوحة بالأشجار وتكون غنية بألوان الخضرة لاحظوا اللون ديال الضل كيف يعطي للوحة جمال وهيبة لاحظوا بضربات خفيفة كنحاول ما أمكن الفرشات ناشفة شيئا ما كنكمل بعض ضربات لتظهر الأوراق ديال الأشجار هنا ألوان انعكاس في المياه بالنفس اللون اللي خدمت فيه ألوان الضول أو الألوان الضل كنتستعمل بيه هنا ألوان لانعكاس لاحظوا ضربات عمودية بالفرشات لاحظوا كنحاول ما أمكن ندير خط أفقي ثم كنجيب اللون من تحت بطريقة سليسة وسهلة كنحاول نبلل الفرشات العارضة اللي تعطيني انعكاس واللون كيتبع الفرشات المبللة يتبعها في تناغم جميل لكي يعطي اللون اندماج مع ألوان المياه لاحظوا سلاسة في اللون اللون الأخضر الثاني اللي ضفت عليه اللون المذهب واللون الأبيض ليعطيني إضاءة أكثر سنخدم في الزوايا اليسرى أغلبية ليعطيني لون الضوء لاحظوا الفرشات ولاحظوا الضربات بشكل سليس وسهل دائما المرونة حاولوا أحبابي التعاملوا مع الألوان بطريقة سهلة سليسة بدون تعقيدة لاحظوا ضربات خفيفة ما نحاول ما أمكن نضيع وقتي في مثل هات ضربة يكفي أنني أعطيت اللون الضل نخدم اللون الضوء بسلاسة نبدل اللون نضيف عليه دائما الأصفر والأبيض يعطيني إضاءة ونستعملوا في الزوايا اللي كان يبان في الضوء هنا الجدوع بلون مختلف درة البرتوقال والأخضر والأزرق أو الأخضر والأسود لاحظوا بالقراطوار كنحاول ندير خطوط خطوط عمودية وبالنفس اللون اللي يعطيته للإضاءة في الأشجار كنخدم فيه هنا الإضاءة في الشجار الصنوبر وبفرشات المروحة الجميلة النصف دائرية اللي كتعطيني الضربة الجميلة الحلوة اللي كتبي لي شكل الأوراق دي الشجر الصنوبر كنحاول ما أمكن بالنفس اللون أحيانا أزيد وأنقص من اللون هل أحسب التنوع اللوني اللي كان في الطبيعة لأنه لا يعقل نستعمل اللون واحد في الطبيعة كان نعكاسات السحوب ونعكاسات الإضاءة من هنا وهناك كان ينزاوايا في الإضاءة كان ينزاوايا في هالضل لذلك لابد من تنويع اللون في رسم الطبيعة ما يمكنش نخدم باللون واحد أحبابي هذه المسألة فهمها وعرفها أحبابي دائما أضيف لون وأنقص لون وهكذا لأعطي غينا في اللوحة لوني جميل يساعدني على اكتمال اللوحة لاحظوا بنفس الفرشات الجميلة اللي أحيانا تسعدني في العمل وتفرحوني في الضربات لاحظوا بنفس اللون ثم كنت شوفوا كيف استعملوا اللون كيف ألعبوا به زيادة الأصفر زيادة الأبيض زيادة الأخضر زيادة أحيانا الأزرق زيادة البرتقال أحيانا زيادة الأسود أحيانا على حساب طلب المنظر وزوايا المنظر وفين خاصني نزيد الإضاءة فين خاصني نقص بنفس اللون لاحظوا وبنفس الفرشات الأحبابي كنضرب ألوان الضوء هنا في الأعشاب لاحظوا التنوع اللوني هنا بحيث يظهر لون هنا ثم لون هناك بنفس طريقة في التلة الأخرى على اليمين كنحي دار على مستوى التلق والضربات متتالية وضرب أحد ضرب بحيث اللون يتبع بعض والبعض لاحظوا هنا ضفة اللون البرتقالي ثم اللون الأصفر المذهب مع إضافة للون الأخضر الطفيف وهكذا تقريبا سوف يمشي على المستوى اللون الضوء الأول في الأشجار به الطريقة وتقريبا بنفس الفرشات لاحظوا ضربات مبعترة غير مركزة إلا أنها منظمة ومضروبة بطريقة جميلة هذا شيء اللي نريد نوصل لأحبابي ما تعقدش نفسك يا حبيبي في ضربات دي الأعشاب حاول ما أمكن ضرب بطريقة سهلة سهلة كما ترى في الفيديو لا زيادة ولا نقصا ناق اللون الأسود واللون البنفسجي واللون الأحمر مع زيادة الأزرق لكي أعطي لجدع الأشجار واقعية في لون الظل دائما أضع لون الظل ثم ألوان الظل هنا اللون اللي استعملته في السماء اللون البرتوقالي والأحمر والأبيض اللون البرتوقالي والأحمر والأبيض ونحاول ما أمكن نتعامل مع اللون بميزان ما نضيفش اللون الأحمر بثاف ما نضيفش اللون الأزرق بثاف واللون الأبيض كذلك المعدل Zero الحافظ على هاد اللون بطريقة بطريقة موزونة حاولو ندير الالوان بطريقة موزونة باش يعطوني هذا الشكل دي لدي اللون. هنا اللون الابيض ليعطيني لون الضوء التاني. طبعا الحالة اللون الابيض قد يتساءل احبابي لماذا اضع اللون الابيض هنا. تلاحظوا الوان سماء اغلبتها بيضاء. لذلك كي نعيكس دي اللون البرتقالي في الجدوع وكي نعيكس دي اللون الابيض في الجدوع. ثم ندير اللون البنفسجه الازرق اللي ضفته في اللون على اليمين. لاحظوا ها هو كنوضع فيه الان. على اليمين بالقراطور. كما ترون احبابي شجرة او جدع الشجرة بجميع المقاييس بطريقة سهلة بسيطة وبدون تعب. والطريقة اول ما نستعملها كما قلت في فيديوهات السابقة. الفنان العالمي المبدع بوبروس. نظفت عليها بعض تحسينات فقط. اللون البرتقالي من جديد. برتقالي واحمر وابيض. لي اعطيه للشجرة تنوع لوني جميل. يدل على اه فصل الرابع. لاحظوا هنا على مستوى تحت الشجرة. او تحت الجدع. بالنفس اللون. هذا اللون الاول من الوان البرتقالي. ما زال غادي نعطيه واحد لاضافة لازيده اضاءة. ودائما وهكذا اتعامل مع اللون. واعطيه اللون الاول ثم اللون الثاني. باضافة الابيض. وشيء من الاصفر. ليعطيني واحد تدرج لوني جميل. يكفي انني انحسن استعماله. وانحسن الوضع دياله في الزوايا اللي غا تعطيني الضوء. لا غير احبابي. لاحظوا اللون كيف استعمله على مستوى الاشجار البعيدة. بالنفس الفرشات. راي يمكن احبابي احيانا تستعملوا فرشات اخرى اللي غا تعطيكم داربات اللي كتشبهه للداربات الاولى. على حسب الطلب. انتو دكائك. انتو طريقة باش كتستعمل الفرشات. حاولوا ما امكان في الباب ديال استعمال الفرشات تبدعو. احيانا ماشي ضروري. نفس النوع ديال الفرشات اللي كنخدم بيانا تخدم بينتك. لا. حاول ما امكان تبدع. باش تعطي نفس الضربات اللي كتشوفه في الفيديو احبابي. كنحاول اللعب باللون دائما. هنا وهناك. اين يحتاجوني اللون اضعه. والطريقة العشوائية الجميلة. هنا اللون البنفسج والازرق والابيض اللي استعملته في السماء. في الاول كنحاول نعطي به اضاءة هنا. ليعطي انعكاس لالوان السماء. وتتجاوب اللوحة مع بعضها البعض. ويتنوع اللون في سنفونية رائعة تتكون من عائلة الوان في لوحة واحدة. دائما نفس الالوان كنستعملها في منظر واحد. كنزيد نقص على حسب طلب. ولكن في الاخر كنكون عائلة دي الالوان تعطيني السنفونية جميلة للالوان. تقرأ وتغنى بفرشات الفنان المبدعة. لاحظوا احبابي. السلاسة والسهولة دائما. كنتمنى دائما نكون عند حسن الظن. ونكون كنلبي طلباتكم احبابي. في ما تريدونه من السهولة. في عالم الرسم. هنا الجدوع الصغير الرقيق باللون الابيض وزيادة اللون الاخضر طفيف. بفرشات رقيقة جدا. لاحظوا هنا. كنتمنى من الله تكون هالت تقنية عجباتكم. واستافتوا دائما. كنجيكم بالمفيد السهل. نقدموا لكم في طبق سهل. وكنتمنى من الله سبحانه وتعالى اعجبكم هذا الاسلوب وهالطريقة. انا متيقن ان شاء الله. الى خطة غمار التجارب. وتبعتوا درسي ان شاء الله. ستستافدوا. ستكونوا احسن. واحييكم بتحيي الاسلام. والى حلقة قادمة ان شاء الله. مفيدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته احبابي. اشتركوا في القناة.